أوضاع إنسانية صعبة تهدد حياة ملايين السودانيين فالأزمة السياسية والنزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية وتفشي الأمراض وتراجع الإنتاج الزراعي كلها عوامل اجتمعت معاً لتشكل تحدياً غير مسبوق للسلطات الانتقالية تحديات تفوق قدرة السلطات التي تناشد المجتمع الدولي للمساعدة صحيح الحكومة قامت بجرغات كثيرة جداً تتعلق بمعالجات لوضاع إنسانية ولكن الشاهد أن تحولات كثيرة سياسية واقتصادية محلية إقليمية دولية الأمم المتحدة قدرت حاجتها إلى مليار وسبعمائة مليون دولار بشكل عاجل لتتمكن من تقديم المساعدات الإنسانية لملايين المحتاجين في السودان نهدف في العام المقبل لتقديم المساعدات لأكثر من 12 مليون و500 ألف شخص لأنهم في حاجة ملحة للطعام ومياه الشرب وخدمات الصرف الصحي والمأوى والتعليم والحماية وكل أنواع المساعدات من بين هؤلاء الـ 12 مليون هناك أكثر من ثلاثة ملايين نازح في مناطق النزاعات المسلحة خاصة في إقليمي دارفور والنيل الأزرق معظمهم من النساء والأطفال أنس نماسي العربية